السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنواصل في الشبتر الرقم 4 الشبتر هذا اللي هو عنوان Distributed Forces, Centuries and Centuries of Gravity طيب في المحاضرة هذي اللي هي رقم 5 هنشوف Distributed Lots on Beams هنشوف المثال يشرح القانون هذا طيب هنبدأ بالشرحة بتاع Distributed Lots on Beams يعني وشو المقصود باللوت يعني هي القوة لما تكون موزعة على إذراع هذا مثلا حسب التوزيع المعادلة هذه حسب التوزيع المعادلة اللي هي WX اللي هي WX لأنها موجودة على المحور التوزيع موجودة على المحور X الهدف بتاعنا أنا نجيب المحصل متع كل القوة هذا اللي هي احنا نسميه AFR ليش AFR لأنه القوة متعة المحصل اللي هي الريزلتب حسب القانون بيكون المحصل هذا اللي هو AFR بيكون التكامل من 0 إلى A لأنه التوزيع يكون يبدأ من 0 إلى A لأنه هو طول البيم متعة الحسب المعادلة WX اللي هي هذه على المحور X لشان كده هي DX لو كان مثلا القوة موزعة على المحور Y حتكون طبعاً دي Y طيب التوزيع هذا بتاعة القوة اللي هي أصبحت قوة واحدة حنشوف مين وين هيصبح مكان القوة هذي هيصبح اللي هي AFR لكن حتكون في position X لازم نجيب كلمة X حسب القانون بتكون التكامل من السفر الآن متع WX اللي هي المعادلة على توزيع القوة هذي حنضربها في X لأنها حتكون موجودة على المحور X DX نقسمها على التكامل WX DX اللي هي نفسها تساوي قيمة R طيب حنشوف الحين مثال على ذلك هنا التوزيع هيكون متع لوض على حسب الكرب هذه اللي هي معادلتها Y سكوير لكن الملاحظة المتغير هو Y ليش لأنها القوة موزعة على المحور هذا طبعا اللي هو المحور Y وهذا هو المحور X يعني F R اللي هي المحصلة متع القوة هذي كلها حتكون F R اللي هي RESULTED حتكون التكامل من المحور هذا لها 0 إلى النقطة هذه خمسة لأن المسافة هذه قيمتها خمسة متعة المعادلة W اللي هي معتلة هي Y SQ بنعوذها بنتحصل يعني على ثم Y تكعيل من 0 5 يعني بتكون القيمة 41.7 كيلو نيوت لكن هذا المحصل هنشوف وين هيكون المكان بتاعه طبعا بما أن هي موزعة على المحور Y هي موجود على المحور Y لكن نازم نعرف المسافة اللي موجود عليها اللي هي Y طيب هذه هي القوة اللي هي F R اللي هي رزقة اللي هي يعني جبناها منذ حين حنستعمل القانون ال-Y بتكون التكامل انتع W Y Y D Y ليش Y لأن هي حتكون موزعة على المحور Y حنقسمها على التكامل انتع W Y D Y اللي هي نفسها القيمة هالي تساوي F R اللي هي عنا هنا Y تكعيب التكامل بتاعتها هيكون ربع Y قوة 4 يعني حتكون النتيجة ان هي 3.75 متر هذه هي يعني التكامل بتاعت القوة هذه حسب المحور Y طيب هذا هو الشرح منتع تمرين هذا وان شاء الله يتقابل يعني في محاضرة أدما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته